بسم الله الرحمن الرحيم على منظومة الجدرات اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الوحدة الاولى وكانت الوحدة الاولى بتضم مخرجين من مخرجات التعلم وهي اعداد كانت تسميد الارض بالاسمدة العضوية وجينا شفنا المخرجات التعلم بتاعتها يسمد الارض بالاسمدة العضوية ويسمد الارض بالاسمدة الكيموية تعالوا هنشوف مع بعض في حلقتنا النهاردة احنا هنتكلم عن الوحدة التانية بس قبل ما نتكلم عن الوحدة التانية هنذكر بعض بالأربع وحدات اللي هيتم درستهم في الفصل الدراسي الأول الخاصة بمادة محاصيل الحقل تعالوا نشوف مع بعض في وحدات الصف الأول الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى وحدة تسبيد الأرض قبل الزراعة وخدنا فيها مخرجين تعلموا وتكلمنا عنهم ويسمد الأرض بالأسمدة العضوية ويسمد الأرض بالأسمدة الكيموية وعرفنا من خلالها إيه هي الأسمدة العضوية والأسمدة الكيموية وعرفنا معايير الأداء اللي أنت هتتقيم عليها وإيه المطلوب من حضرتك أنك أنت هتقدموا من أدلة إيه التعلم لاجتياز هذه الجدارة الخاصة إيه بالوحدة دي الوحدة التانية وحدة أعداد الأرض للزراعة وهي الوحدة دي هتكون محور كلامنا النهاردة إن شاء الله على مخرج تعلم إيه منها وهنا أعرفها إيه هي الوحدة التالتة وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصيل الأعلاف الخضراء وزي ما اتفقنا وقلنا ونوثنا عليها أن الوحدة دي فيها ثلاث مخرجات تعلم هتدرس في الفصل الدراسي الأول منها مخرج تعلم واحد اللي هو إنتاج محصول البرسيم المصري حط معلومة عندك حط تحتها كم خط الوحدة دي تسمها وحدة ممتدة يعني إيه وحدة ممتدة هيتم دراستها على في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي التاني الفصل الدراسي الأول هتاخد مخرج تعلم واحد الفصل الدراسي التاني هتاخد فيها مخرجات من مخرجات التعلم طيب الوحدة الرابعة وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصيل الحبوب اللي انت بضع فيها تلات مخرجات تعلم حضرتك في الفصل الدراسي الاول هتدرس مخرج تعلم واحد وفيه مخرجين هتدرسهم في الفصل الدراسي ايه تاني اذا دي تاني واحدة من الوحدات الممتدة اسمها واحدة ايه ممتدة عشان لما يذكرها قدامك المصر في الفصل او المدرس بتاعك في الفصل يعني ايه واحدة ممتدة تبقى عارفها الواحدة الممتدة ديت انت هتدرسها على ترمين في الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي ايه التاني طيب الوحدة الثانية بتاعتنا النهاردة وحدة اعداد الارض للزراعة عايزين قبل ما نخش في الوحدة وايه هي معاييري الاداء اللي بتحكمني او ايه هي المعاييري الاداء اللي هيتم تقييمي فيها لابد ان اعرف تعريف لايه هي اعداد الارض قبل الزراعة انا هعد الارض ليه انا بحرت ليه بسوي ليه بخطط ليه ليه انا عملت العمليات ده كلتها قبل عملية الزراعة سؤال لازم انت تفهمه وتحطه في ذهنك ايه كويس عمليات اعداد الارض للزراعة تعريف عمليات اعداد الارض هي ايه هي اعداد مهد ملائم لانبات البزور اعداد مهد ايه ملائم لانبات البزور يعني ايه مهد ملائب ومناسب يعني انا بجهز ارض بنظفها وخليها مهيئة ان انا احط فيها البزرة بتحتي واروي تبدأ البزرة ايه تنبت انت بعد ما خلص مذاكرة اخر النهار انت تعبان عايز ينام هتروح فين هتروح السرير بتاعك السرير بتاعك ان مكانش مهيئ ومرتب انت مش هتعرف تنام ايه عليه اعتبر الارض دي ازاي السرير المكان اللي هينام فيه ايه البزرة هتعمله عملية ملائمة هتخليه مهد ملائم انه ينام ايه تنام فيها البزرة علشان تقدر تعمل العملية الحيوية بتاعتها وتكون بعملية الانبات الوحدة التانية زي ما اتفقنا تحتوي الوحدة التانية على مخرجين من مخرجات التعلم وهم مخرج تعلم رقم 1 يحكم على جودة الحرس يحكم على جودة الحرس ايه هي عملية الحرس هنعرف يعني ايه عملية الحرس المخرج التاني يحكم على جودة التسوية والتخطيط يحكم على جودة التسوية ايه والتخطيط يعني ايه تسوية انك انت بتسوي الارض تجعلها ممهدة مناسبة ذات انحضار او ميل مطلوب لانسياب مياه ايه الريد يبقى الوحدة دي زي ما اتفقنا تحتوي على كم مخرج تعلم تحتوي على مخرجين من مخرجات ايه التعلم يحكم على جودة الحرس ويحكم على جودة ايه التسوية والتخطيط خلي بالك هنا في معلومة هنحط تحتها خطين يهما ان انت بتحكم ولا ولا تنفذ يعني ايه يعني انا ما ينفحش اقول في الوحدة دي ينفذ الحرس او ينفذ التسوير والتغطيط انا مش مطلوب منك انت ايه تنفذ مطلوب منك تتابع ليه لان فيه زميل لك تاني مكلف ان هو ينفذ عملية الحرط انت هتتابع زميلك ده هو وهيسوق الجرار وهيحرط وانت هتتابعه هتقول له الحرط بتاعك ده كويس او مش كويس بس انا علشان احكم له على الحرط بتاعه وقول له انت زبط الحرط هنا في الحتة ديت او زبط الميل بتاعك في الارض كذا او خلي بالك من الديول او خلي بالك من الدوران بتاع الارض ديت بناء على المعلومات اللي انت هتدرسها في الوحدة ايه ديت ولكن انت هنا بتعمل ايه بتحكم ولا تنفذ اللي بينفذ اللي بيسوق الجرار ويحرط برنامج زميل لك في برنامج آخر هو اللي هيؤدي هذه العملية تعالوا هنتكلم عن مخرج تعالوا مرقم واحد يحكم على جودة الحرس قبل ما تحكم على جودة الحرس إيه اللي مطلوب منك مطلوب منك أنك أنت تعرف إيه هو الحرس ويعني إيه حرس جيد والمصالحات الخاصة بعملية الحرس يعني إيه حرس سكة واحدة يعني إيه سكتين كل العمليات اللي هي خاصة بعملية الحرس أنت إيه هتدرسها معنا من خلال الوحدة دي وهتشوف معايير الأداء بتاعتك اللي يتم الحكم عليك بها إذا كنت جدير أو غير جدير في هذه المعايير الهدف من تدريس هذه الوحدة تهدف هذه الوحدة إلى أكساب الطالب المهارات والمعارف والسلوكيات المتعلقة بعملية إعداد الأرض للزراعة وتقييم عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بذلك هتحدد نوع المهارات وتحديد أنواع الألات المناسبة لإعداد الأرض والحكم على جودة إجراء عمليات الحرس والتسوية والتخطيط يعني حضرتك هتحدد هنا نوع المهارات المفروض يتحرك به الأرض هتحتاج مهارات حفار ولا كرسي ولا مطرحي مهارات لسان عصفور ولا هتستخدم الفجاج رجل بطة كل ده هنعرفه من خلال دراسة هذه الوحدة إن شاء الله طيب معايير الأداء لمخرج التعلم رقم واحد إيه هو المعايير بتاعتك بقى اللي أنت هيتم الحكم عليك فيها عشان تطلع جدير أو غير جدير يحكم على جودة الحرس ده معايير للمخرج رقم واحد اللي هو في حكمك على جودة الحرس إيه هي معايير الأداء رقم واحد يحدد أنواع المحاريس المناسبة للحرس وفقا لنوع الطربة والمحصول يبقى أول معايير هتتقيم فيه إزاي هتحدد أنواع الألات أو أنواع المحاريس المناسبة اللي أنت هتستخدمها في الأرض إيه بتاعتك حسب نوع إيه حسب نوع الطربة ونوع المحصول لأن كل طربة لها نوع معين من أنواع المحاريس وليها المحاصيل التي تجود الزراعة والتي تجود الزراعة إيه بها طيب طاني معايير معايير تحكم أو يحكم على كفاءة إجراء عملية الحرس طبقا لمواصفات الحرس إيه الجيد يبقى حضرتك أنت هتحكم على كفاءة إجراء عملية الحرس طبقا لمواصفات الحرس إيه الجيد ومواصفات الحرس الجيد هندرسها مع بعض خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله طيب تعالوا مع بعض نعرف تعريف إعداد الأرض للزراعة إيه هو تعريف إعداد الأرض للزراعة يقصد بعملية الخدمة قبل الزراعة هو إعداد مهد ملائم لإمبات البزور هو إعداد مهد ملائم لإمبات البزور هتجرى عملية الحرس والتسوية والتخطيط ليه علشان بتجهز مكان تحط فيه البزرة علشان تزرع المحصول بتاعك ده سواء كان هذا المحصول هيتزرع في خطوط على خطوط أو هيتزرع نصرا بأي طريقة من الطرق اللي هي ايه بتنازمه يقصد بعملية الخدمة قبل الزراعة هو إعداد مهد ملائم لإمبات البزور النقطة اللي بعد كده هو يتطلب تنفيذ العمليات الخاصة بتجهيز الأرض للزراعة الاستعانة بمجموعة من الألات والتي تشتمل على ما يلي إيه هي الألات اللي انت هتستخدمها لتجهيز الأرض بقى تعالوا نشوفه في الوحدة ككل على فكرة رقم ألف ألات الحرس إيه هي ألات الحرس قال لك أن نستخدم المحاريس الحفارة والمحاريس القلابة والمحاريس الدورانية ومحاريس تحت التربة يبقى الألات الحرس عندي محاريس حفارة محاريس قلابة محاريس دورانية محاريس تحت إيه التربة وكل نوع له مميزاته وعيوبه وكل نوع له نوع التربة اللي يشتغل فيها ونوع المحصول رقم به ألات التزحيف ويقصد بألات التزحيف أو ألات التزحيف المفروض حضرتك تعرفها وهتستخدمها الزحافة البلدية والتمشيط ومنها الكرسي وزوء السكاكين الصلبة والزومبروكية يعني زحافة بلدية والتمشيط هتعمل عملية تمشيط هتستخدم منها المشط الكرسي وزوء السكاكين الصلبة والزومبروكية طيب في حاجة تاني ألات التسوية أيه هي ألات التسوية قال لك البلدوزر والإسكريبر واللودر والليزر والجليدر طيب البلدوزر كلنا عارفينه الإسكريبر إيه هو حضراتكم شفتوا أي طريق بيتم إعداده وتمهيده بيبقى فيه مكانة كبيرة كده زي اللودر ليها الصوانتين كبار بيمشي على الأرض إيه بيسويها وبيعملها عملية إيه كابس ده السكريبر اللودر طبعا كلكم عارفين اللودر بالكاشيك بتاعه اللي هو بيرفعي الأتربة وبيفضيها إيه في مكان إيه تاني الليزر طبعا كلنا عارفينه هنشوفه هنعرفه إيه هو الليزر اللي هو الأصابية اللي تحط عليها جهاز الليزر وتجرد بالجرار علشان خاطر يتم تسوية إيه الأرض الجليدر برضو شبيه اللودر ولكن ليه حاجة في الجنب كده بتمشي بتسوي لك الأرض وتاخد لك من العالي إيه للواطي وبنشوفه كتير على الطرق إيه بتاعتنا أثناء تمهيد إيه الطرق أو إنشاء طريق إيه جديد أولا الحرث هنتكلم عن عملية الحرث إيه هو عملية الحرث فكر معايا عايزك تشغل دماغك إيه هو الحرث هتعمله إزاي طيب إيه الهدف من الحرث دي كلها أسئلة لابد أن تدور في ذهنك وتسألها وتبدأ منقشة المدرس بتاعك فيها لأن المطلوب منك إنك أنت تكون جدير في هذه المهارة يعني تعرفها تكون عارفة وتؤديها في أي وقت وباستمرار يعني ما ينفعش إنك أنت تعرفها النهاردة وبعد الحلقة ما تخلص تنساها لا ما ينفعش إذن هتكون غير جدير ولكن الجدارة إنك أنت تقدر تؤدي المهارة في أي وقت وتحت أي ظروف وباستمرار تعريف عملية الحرث هو تفكيك وإصارة سطح الطربة لعومك معين يتراوح ما بين 15 إلى 40 سنطي وقلبها كليا أو جزئيا يعني هقلب الأرض كلها على بعضها أو هقلب جزئي منها دسمك قلبها كليا أو جزئيا على عمك يتراوح ما بين 15 إلى 40 سنطي ده في مسافة في رنجح حوالي 25 سنطي تختلف معي إيه اللي هيتحكم في المسافة دي هيتحكم فيها نوعين إيه هما قال لك هيتحكم فيها نوع التربة اللي هي عمك الحرث ما قدرش هستخدم محرات حفار في الأرض الرملية لأن الأرض الرملية كده كده مفككة ولكن الأرض طنيصة لا يستخدم فيها محرات حفار يبقى هنا العمك ده تحدد معي إيه من نوع التربة وإيه تاني قال لك نوع المحصول المنزارع اللي انت هتزرعه أنا عندي محصول اسمه محصول متعمق الجزور يختلف عن محصول سطح الجزور الجزور بتاعته إيه تكون على سطح إيه التربة فبالتالي عمك الحرث إيه نهي هيتغير عشان كده أخدنا الرنج من 15 إلى 40 إيه سنطي ده يرجع لنوع التربة ونوع إيه المحصول يبقى تعريف الحرثي تاني هو تفتيك وأثارت سطح التربة لو عمك معين يتروح ما بين 15 إلى 40 سنطي وقلبها كليا أو جزئيا طيب دي صورة معايا بتوضح لي شكل الحرث ده جرار عندي بيحرط شايفين شكل الحرث وهو جرر محرات حفار لسان عصفور ده اسم المحرات وشكل الأرض عامل إزاي في عملية إيه الحرث طيب توضح معنا الصورة في الفيديو اللي جاي اللي احنا ممكن إيه نشوفه ده شكل الحرث بص معايا في الأرض وهي بتتحرت قادي الجرار ماشي بص للأرض البلاط اللي هي باقي فيها بقايا المحصول السابق اللي هي جزور الأمح اللي هي بينها وحوالي 5 سنطي من التب بينها من السقان موجودة تعال أشوف بعد عملية الحرث حصل إيه بعد عملية الحرث حصل قلبه كل لمين للأرض ليه حصل إيه فيها تم دفن بقايا المحصول إيه إصابة دي الحرثة الأولى بنقول عليها حرثة سكة واحدة لسه بنفك الأرض بتاعتنا دي حرثة سكة إيه واحدة أول حرثة بنسميها حرثة إيه سكة واحدة أنا وانت دلوقت بنتابع أنا وانت دلوقت بنتابع بنتابع الراجل اللي هو بيحرد ده وبعد ما يخلص هنقول له الحرثة بتاعك ده كويس ولا مش كويس بناء على بعض الخطوات وبعض النقاط المهمة اللي احنا هنستند إليها في عملية الحكم على جودة إيه الحرث زي حضراتكم ما شايفين معنا في الصورة لوحدها بتتكلموا الفيديو قادة عملية إيه الحرث إحنا بنحرط الأرض بمحرات مطرحي طيب النقطة اللي بعد كده أنواع المحريس إيه هي أنواع المحريس اللي حضرتك بقى هتحدتها وإحنا قلناها ونونا عليها في النقطة رقم ألف اللي هي آلات الحرث إيه هي أهم أنواع المحريس اللي انت تستخدمها رقم واحد المحراث الحفار المحراث الحفار طيب إزاي أنا أعرفوا إن المحراث ده محراث حفار أول ما شوفوا بعيني أنا عايز أتعرف عليه أهلا وسهلا إنت حضرتك محرات الحفار أنا محرات الحفار إيه هي صفتك أدي شكل المحرات الحفار ده محرات الحفار لسنع أصفر بص لشكل السلاح بتاعه من تحت شكل السلاح شوفوا عامل إزاي بص فوق هتلاقي فوق حاجة زي السستة دية سستة مسكة القصبة بتاحت وبنسميه محرات الحفار ذات القصبة إيه المرنة يعني إيه مرنة يعني بتاخد بيوتدي مع الجرار إيه وهو إيه شغال بتتحرك إيه وراء وهنوضحه برضو إيه في صورة إن شاء الله مع بعضينا من خلال الشرح بتاعنا إيه النهار ده ده اسمه إيه محرات الحفار المحرات الحفار ده بستخدمه فيه في الأراضي الطنية وجميع أنواع الأراضي ولكن الرملية منها أنا بستخدم محرات حفار لسنع أصفر إذا تقصب أي المرنة ويكون المحرات عندي إيه عام وكذلك الأرض إيه الملحية طيب نوع محرات تاني المحرات الكرسي نتعرف على المحرات الكرسي مع بعض آه تعالوا نشوف المحرات الكرسي مع بعض هو ده شكل المحرات الكرسي شوف شكل الأقراص بتاحته واضحة إزاي وده بيقوم بقلبه التربة كليا بيقلبها بياخدها على مسافة 40 سنط كده ويقلبها إيه كلها هو والمحرات إيه المطراحي لأن أنا عندي أنواع المحرات في المحرات الحفورة اللي هي تحت سطح التربة والعيمة والقلابة اللي هي إحنا هنشوفها إيه في الشغل بتاعنا إذا ده المحرات إيه الكرسي تعالوا نشوف تالت نوع من أنواع المحرات المحرات المطراحي المحرات المطراحي إيه هو المحرات المطراحي تعالوا شوف شكله كده شبيه للسان العصفور ولكن المطراحة كبيرة شوية السلاح بتاعه كبير شوية وبينزل على عمق يعني المحرس اللي حفار ممكن ياخد لحد خمسة وعشرين سنتي ويزيد شوية ممكن ده يوصل معاه لحد خمسين سنتي كمان مع النعمك الحرس اللي احنا متفاجئين عليه حسب نوع المحصول انها من خمس ساشر الى اربعين سنتي ده محرس اسمه محرس ايه محرس مطرحي طيب فوائد عملية الحرس ليه انت اجريت عملية الحرس عندك في المزرعة بتاعتك او في الحقل بتاعك ايه الفوائد اللي هتعود عليك من عملية الحرس تعالوا نشوف الفوائد نعادتها في صورة نقط اول نقطة رقم واحد تفكيك سطح الطربة وبالتالي توفير مجال مناسب لانتشار وتعمق الجزور بالطربة مما يساعد على تثبيت النبات يعني انا بفكك سطح الطربة بيخليها مهيئة ان الجزور تقدر تختاركها وتنتشر فيها وتمتصل عناصر الغزاية اللي هاي بها وتثبت للنبات بتاعه ما يحصلوش عملية ايه رقاد اذا ايه جات لشوية هوا او حاجة طيب النقطة رقم اتنين تحسين خواص الطربة الطبعية وكيميائية والحيوية ليه حصل عملية تحسين للتلات حاجات دول من خلال عملية الحرس اولا انك انت قلبت التربة بتاعتك كليا او جزئيا لو في بقايا محاصيل سابقة زي اللي شفناها في الفيديو اللي فات ديت هيتم تحليلها في الارض فانت هتحسد خواص الطربة عن طريق البقايا المحصول اللي تم تحليله ايه في الارض فازاوة المادة الغزاية بتاعتها هتعمل تبادل غازي ما بين الهواء الجوي والغازي اللي م موجود في بطن ايه الطربة فبالتالي هتنشط التبادل الغازي فبالتالي الجزور هتطلع ايه قوية ونشيطة الكائنات الحية الدقيقة هتدي لها برضو اكسجين علشان خطر ايه تتنافس الكائنات الحية ايه المفيدة الكائنات الحية الغير مفيدة انت عرضت دلوقتي لو فيه ديدانة ولا حاجة بتشوف او طار ابو الاردان بيناقت ايه الحشرات وورا ايه وورا المحرات دايما وفيه جزء منه بيتعرض للارض للشمس فبيتم تحمسها ايه وبتموت طيب النقطة التالتة ت تهوية التربة وتشجيع التبادل الغازي بين اكسجين الجو وساني اكسيد الكربون والنقطة دي وضحناها في الشرح بتاع النقطة ايه اللي فاتت ازاي ان احنا بنعمل عملية ايه التهوية اربعة تشميس الارض ورفع درجة حرارتها وتنشيط الاحياء الدقيقة المفيدة ايه في التربة طيب تشميس الارض الهدف منه ان انا بحمص الارض بتحت بجري لها عملية تعقيم طبيعي برفع درجة حرارتها بتعرضها لاشعة ايه الشمس ليه لان الجزء اللي تحت سطحه بتربة اللي هو بعيد ان اشعة الشمس طبعا هتكون درجة الحرارة بتاعته هي منخفضة شوية فهتنمو في بعض الكيانات الحية منها المفيدة ومنها ايه الدار او يوجد منها بعض الاطوار الساكنة من الحشرات اللي بتدري لايه المحصول بتاعي فانا في عملية الحرط بشمس الارض بتحتي وطلع الحاجات اللي تحت دي تتعرض لاشعة الشمس فبالتالي انا هحسن من خواصي التربة بتاعت النقطة اللي بعد كده خلط الاسمدة العضوية والمخلفات النباتية شفناها وهو الجرار بحر شفنا بقية المحصول السابق كانت جدور الامحة حوالي خمسة سنتي كده تم قلبها ايه كليا في التربة فطبعا البقية دي هتتم تحليلها وتعتبت زي سماد العضو اللي انت ضفته ايه في الارض وخصوصا لما قلنا في انماط الاسمدة العضوية حاجة اسمها التسميد الاخضر ان انا بحرت بعض المحاصيل ايه البقلية في الارض كليا فبالتالي بتزيد ايه من المادة العضوية فيها والمواد ايه الغذائية يبقى انا خلطت السماد اللي انا ضفته سواء كان سماد عضوي او سماد كماو في صور سوبر في الصفات خلطته في الارض بتاعتي عن طريق عملية الحرط. طيب النقطة اللي بعد كده التخلص من الحشائش الضرى وخاصة المعمرة. الحشائش الضرى كل انواع الحشائش حشائش ايه ضرى? الا بعض منها في بعض فوائد ايه الانسان يتغذي ايه عليها ولكن تعتبر بضع اذا طلعت عندي في المحصول بتاعي بصورة كسيفة بتعتبر ايه ضرى هتضرني. فبالتالي عملية الحرط اللي بتخلينا هتخلص من الحشائش الضرى وخصوصا المعمرة زي حششة النجيل وحششة التس ان انا بجيب الريزوم بتاع النجيل من تحت خالص واجيب الكرومات بتاعة نباتة السعد وخليها تتعرض لاشعة الشمس فبالتالي هتجف وتموت ولكن انا لو سبتها تحت سطح الطربة وعملت عملية عزيق او خربشة فوق على السطح كده هبص لها بعد يومين تلاتة او بعد عملية الري هتبدأ النجيل او الحشارة اشتاني تاني لان انا ما طلحتش الريزومات او كرومات اللي هو موجودة تحت اللي هو اللي بتسبب لي او الطردر اللي بنبت لي تاني بعد عملية العزيق ولكن في عملية الحرط انا ها اقتلع الحاجات دي هتلاحها على وش على طول ممكن المها بالايد او ممكن المها عن طريق المحارات والامشاط وممكن اسيبها تتعرض للشمس وتجف ايه ومش يحصل لها انبات ايه تاني النقطة اللي بعد كده معانا التخلص من الاطوار الساكنة من الحشرات واتعرضها للاعداء الحيوية وللشمس فتموت زي ما اتفقنا وقلنا ان ممكن وانا بحرة ببصة لاقي اه 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 طقر ابو الاردان موجود لو ظهرت اي حشرة بيلقطها ايه ورا المحارات ابو الاردان ده يعتبر عدو ايه طبيعي او في بعض الاعداء من الحشرات اللي هي زي فرس النابي وفي اسد المن وفي بعض الحشرات التانية بتتغذى على حشرات ايه مضرة فطبعا انا بعرض لحشرات ديت للاعداء الحيوية بتاعتها والاعداء الطبيعية فطبعا ايه بتقوم بافتراسها وقتلها فبتخلص ايه منها وطبعا الباقي منها بيتم تعرض لاشعة الشمس ايه فبتموت لان اشعة الشمس هترفع درجة الحرارة وهتحمص ايه وهتموت النقطة اللي بعد كده وقت الحرس امتى هحرت انت كطالب في فني انتاج محاصيل مطلوب منك تحدد معاد الحرث بتاعك هو الحرث اللي هي مواعيد اه خلي بالك الحرث دايما انت هتشوفه مرتين في المزراعة بتاعتك امتى قبل زراعة المحصول الشتوي وقبل زراعة المحصول ايه الصيفي يعني عقب اه انتهاء الموسم وقبل ايه اه بداية ايه الموسم ايه التام فهنشوف وقت الحرث امتى بالزبط ادي وقت الحرث معنا رقم واحد بعد حصاد المحصول السابق مباشرة حيث تتوفر بالطربة رطوبة مناسبة للحرث مما يؤدي الى تفتيت مناسب لحبيبات الطربة ويعطي ذلك فرصة مناسبة لتحلل البقايا النباتية بالارض يبقى وقت الحرث اول وقت معايا بعد حصاد المحصول السابق ايه مباشرة وهي الرطوب الارض فيها نسبة ايه من الرطوبة تتراوح ما بين خمسين الى ستين في المية رطوبة الارض او الارض اللي انا هحرتها لابد ان تكون ايه مستحراسة واخد اسم استحراس اقول لك يعني ايه مستحراسة ارض مستحراسة هتقول لي هي الارض الجاهزة لعملية الحرث وتتراوح نسبة الرطوبة فيها ما بين خمسين الى ستين في المية يبقى خمسين الى ستين في المية ارض ايه مستحراسة جاهزة ان ايه احرتها بالمحرات ايه بتاعي رقم اتنين في وقت الحرث عند اقتراب معايا زراعة المحصول اللاحق كما في الارض الرملية والخفيفة والمعرضة للرياح وكذلك الاراضي المنحدرة المعرضة للتآكل بالمياه او الامطار مما يساعد على حماية سطح ايه التربة يبقى في الاراضي ديات قبل محرط قبل مزرع احرط على طول وجزارع ما سيبش الارض عندي انها تتعرض لاشعة الشمس واسيبها ايه فترة ليه لان الاراضي ديات بتكون عظيمة القوام الخاص بتاعتها مش بتكونش مزبوطة فبالتالي ممكن يحصل لها عملية ايه تعريق تعريق او انتقال لسطح التربة اللي هو جيد للعناصر الغذائية بفعل الرياح او الانجراف بميت المطر او اي حاجة تاني تنقل هالي من مكان لمكان ايه تاني فبالتالت الظهور الخاصة الطبيعية ايه بتاعت الارض فالاراضي اللي هي القوام بتاعها مش كويس او قوام بتاعها ضعيف زي الاراضي الرملية بحرت قبل زراعة المحصول ايه على طول عند اقترب مع زراعة المحصول ايه اللاحق طيب النقطة اللي بعد كده العوامل واجب مراعاتها عند الحرث يا باش مهندس يا راجل يا فني يا بتاع المحاصيل يلا هتتبع لعملية الحرث ايه الحاجات اللي واجب مراعاتها عند اجراء عملية الحرث علشان خاطر تقدر تحكم عليه هتنزل الجرار يحرط ازاي ايه اللي انت هتعمله ايه المطلوب منك تعالوا نشوف العوامل ديت ايه هي في صورة نقطة رقم واحد اجراء الحرث عند نسبة معينة من الرطوبة من خمسين الى ستين في المية من الساعة ايه الحقلية زي ما بنقول عليها كده الارض عند ارض ايه مصحراسة يبقى نسبة الرطوبة فيها تكون من خمسين لستين في المية يبقى اقول لك ايه لما اسألك اقول لك ايه هي العوامل الوجه مراعاتها عند اجراء عملية الحرث هتقول لي يا مصر رقم واحد اجراء الحرث عند نسبة معينة من الرطوبة تتراوح ما بين خمسين الى ستين في المية من الساعة ايه الحقلية رقم اتنين انت يكون اتجاه اول حرثة متعامد على خطوط المحصول السابق الله ده هنا في كلمة ايه هي الكلمة بقى ان انا هنا بعمل فك بفك الارض بتاعتي يعني الارض بتاعتي لو تم التخطيط بتاعها من الشمال الى الجنوب هيكون اتجاه الحرث بتاعي من الشرق الى الغرب عمودي عليها ليه علشان خاطر اعمل عملية فك ايه للخطوط اعمل عملية ايه فك يبقى احنا كده هنفك ايه الخطوط رقم ثلاثة ان تكون كل حرثة متعامدة عصابكة يعني لو انا خدت الحرثة الاولى من الشمال للجنوب هاخد الحرثة التانية من الشرق ايه للغرب ليه عمودي عليها علشان خاطر لو المحرات في الاول حرثة في حرثة الفك او الحرثة الاولى فات اماكن اس او ارض اس اللي هي الاراضي ايه البلاط في وصف الارض المحروطة سابها يبقى الحرثة التانية ايه تيجيبها لما تكون عمودي ايه عليها ويتم تفكيك الارض ايه من تحت سطح التربة تفكك ايه جيد علشان ما تعمليش تحت كده زي الخنادق ممكن لو انا اخدتها في اتجاه واحد ممكن الحفارة المحرات الحفارة تحت اعمل لي زي خندق كده في اتجاه واحد خنادق ديت هتدرني بعد كده في عملية ايه الري ولكن انا لما اخدها اخد الحرثة تانية عمودي عليها انا قسرت الخندق اللي تم انشاؤه ايه تحت سطح التربة في الحتة اللي في نسبة الرطوبة فيها ايه عالية شوية النقطة اللي بعد كده تغيير عمق الحرثة عن موسم لاخر لكي لا تتكون طبقة ايه صماء بالتربة طبعا عمق الحرثة مرة انا احرط بمحرات حفار ومرة احرط بمحرات ايه كرسي او مطرحي علشان اقلب التربة ايه كليا ايه وجزئيا علشان خطر ما تكونش عندي طبقة صماء تعمل ارتفاع الماء الارض بعد كده وتأثر على جزور النبات في الاراضي ايه خصوصا الاراضي ايه الملحية فانت كده بتعمل ايه بتغير عمق الحرث من موسم ايه لاخر وحسب نوع ايه المحصول طيب النقطة اللي بعد كده معنا لا يتم الحرث بالمحراث القلاب لا يتم الحرث بالمحراث القلاب في الاراضي الملحية والقلاوية خوفا من قلب الملوحة والقلاوية فوق فوق سطح الترب لا يتم الحرس بالمحرس القلاف في الأراضي الملحية والقلوية خوفا من قلب الملوحة والقلوية فوق سطح الترب مرة أخرى نقطة لبعد كده عدم ترك أماكن بدون حرس بتسمى بالأرض الآس إيه هي الأرض الآس اللي هي الأرض زي ما قلناها الأرض البلاطة والأرض المحروسة في وصل الأرض المحروسة الأرض البلاط الغير محروسة في أرض تم إيه حرسها وأرض إيه محروسة بقول عليها هنا المسمى بتاعي بقول عليها أرض إيه أرض آس عدم ترك أماكن بدون حرس بالأرض بتسمى بالأرض إيه الأس النقطة اللي بعد كده استخدام نوع المحرس المناسب للتربة استخدام نوع المحرس المناسب إيه للتربة طبعا التربة الطينية غير التربة الرملية غير التربة الملحية في استخدام المحريس أنا في التربة الطينية أقدر أستخدم محراس حفار لكن في التربة الرملية ما أقدرش لأن القوام بتاعها ضعيف عديمة القوام فبالتالي أنا لو استخدمت محراس حفار كبير هيعمل لي عملية تفتيت لحبيبات التربة فبالتالي هي أثر عليها طب التربة الملحية أنا أثناء عملية الزراعة والري بيتم غسيل الطبقة السطحية من الأملح بتنزل إيه تحت والطبقة اللي فوق بتبقى هي كويسة ما فيهاش ملوحة لو أنا استخدمت محراس حفار هيطلع لي الملح اللي تم ترصيبه تحت سطح التربة هيأثر لي ايه بعد كده على المحاصيل ايه التانية طيب أنا كده ما عملتش حاجة عملت تضاهر للصفات الكويسة للأراضي الملحية بتاعتي بعد ايه عملية الغسيل والاستصلاحي بتاعتها النقطة اللي بعد كده معانا طرق فترة كافية بين كل حرسة والأخرى حتى تجف الحشاش طرق فترة كافية بين كل حرسة والأخرى حتى تجف ايه الحشاش اسيب فترة كافية علشان خاطر الريزومات اللي هي خاصة بالنجيل او كرمات النبات السعد او حشيش السعد لما تطلع فوق بتتعرض لأشياءة الشمس تجف وتموت لان ديها حشائش معمرة بنقول عليها حشائش خبيسة بتأثر لي ايه تأثير سلبي على المحاصيل ايه النمية وبتقللي من كفاءة ايه الأرض بتاعت بتخلي نوعية الأرض عندي رضيها حتى لو حبيت ابيع اذا كانت أرض موبوقة بالحشائش سعرها بيكون ايه منخفض طيب النقطة اللي بعد كده يجب تنظيف الأرض من الحشائش الطويلة قبل اجراء ايه الحرس يجب تنظيف الأرض من الحشائش الطويلة قبل اجراء الحرس نقف وقفة هنا يعني ايه الكلام ده يعني ايه هشيل الحشائش الطويلة هتعمل لي ايه في الحرس هقولك الحشائش الطويلة أول ما هتبدأ تعمل حرس هتخلي المحرات عندك يزور يعني ايه يزور يعني هتبدأ المسافة بما بين السلاح والآخر تنسد المسافة انسدت اذا هيبدأ يجرف معاك الطربة بتاعتك ويعمل لك في الأرض مرتفعت ومنخفضات يعني هيعمل لك حتة عالية وحتة ايه وطية وهو الجرار ماشي بدل ما يفكك لك الأرض لا يفكك لك الطربة لا هيبدأ يشيل الطراب من مكان يحطولك في مكان ايه تاني لان المحرس ايه زوران والحشائش دي عملية له ايه عملية تسد ما بين ايه السلاح ايه والآخر يبقى يجب تنظيف الأرض اشيل حشاشة الطويلة قبل اجراء عملية ايه الحرس طيب النقطة اللي بعد كده هنشوف مع بعض الفيديو هيوضح لنا طريقة عمل كل محرات احنا تكلمنا عنه ده في الصورة اللي احنا شايفينه ده المحرس الحفار زو القصبة المارينة ده بيستخدم في الأراضي الخفيفة والأراضي ايه الرملية لانه ما بينزلش على عمك ايه كبير ده محرس اسمه المحرس الحفار زو القصبة المارينة بص معايا للمحرات وبص معايا للقصبة شايف القصبة بتتحرك ازاي ركز معايا ليه بنانا على السستة عشان خطر الأرض دي ايه عديمة القوام وقوام بتاعها ضعيف شوية غير الأراضي الطينية لما تكون أراضي الطينية سقيلة هتبص تلاقيهم طلع عليك ايه مضر وقلائل حجمها ايه كبير ده طريقة عمل المحرس ايه الحفار ده المحرس ايه بقاه ايوه يا شطار الله ينور عليكم ده المحرس الكرسي اللي احنا شفناها تاني واحد ده طريقة عمل المحرس ايه الكرسي شايفين الفرق ما بين المحرس الحفار في الأرض الخفيفة كان مطلع على الأرض ازاي أما المحرس الكرسي مطلع على الأرض والعمق طلع ازاي بص للأرض معايا كده وبص لشكل الحارت شايف طلع معايا ازاي ده المحرس ايه الكرسي قلب لك الأرض كليا قلبها قلبها كليا ده ما قدرش أسخدمه في الاراضي الملحية وما قدرش تستخدمه في الاراضي الرملية ده في الاراضي الطينية الصقيلة بس بص المنظر الحارت بتاعه هو شغال هيوضح لك كل شيء وتقدر تفرق ما بينه وما بين المحارات اللي احنا شفناه الشغال الاول اللي هو المحارات الحفارز والقصبة ايه المرن احنا هنا دلوقتي شايفين دي طريقة عمل المحارات ايه اللي هو الكورسي بص معي وركز شايفين بيطلع بعض الاليين الصغيرة كده الارض هنا مستحرصة عنده فيها نسبة رطمة ما بين 50 الى 60 ايه في المية فبالتالي الارض طالع معاها شكلها ايه كويس والحارت طالع معاها حلو ايه المحارات ده بقى المحارات ده المحرس المطرحي شايفين شكل المطرحة بتاعته يختلف عن المحرس الكورسي هو برضو من المحارس القلابة ولكن شوف طريقة العمل ايه بتاعته ويختلف والكل محرس له نوع الارض ايه المناسبة ليه وكذلك شكل الحارت ورابي بقى طالع بين ازاي بص معايا هتعرف الفرق ما بين شكل الحارت اللي طالع دلوقع واللي طالع من المحرس الحفار واللي طالع من المحرس ايه الكورسي شايفين كده الشكل الارض المحرس يتعامل ازاي يبقى احنا كده شوفنا فيديو ووضح لنا شكل وطريقة عمل المحارت ايه التلاتة تعالوا نروح للنقطة اللي بعد كده العوامل التي وتوقف عليها عمق الحارس وعدد الحرسات امتى اخلي المحرات معايا محرات نازل او محرات عايم المحارات اعومه يعني ايه عايمه يعني نازل عايم او نازل اتحكم فيها عن طريق ايه عمق الحرس ان انا خلي نازل انا اوط المحارات اخلي يجيب ايه بعد ال 25 ايه سنتي اخلي عايم يعني فوق ال 25 ايه سنتي يبقى العوامل التي يتوقف عليها عمق وعدد الحرسات ايه هو يختلف عدد مرات الحرس تبعا لعوامل كثيرة اهمها ايه هي اهم العوامل دي رقم واحد نوع التربة تحرص الاراضي الطينية والسقيلة بصورة عامة على عمق كبير يبقى الاراضي الطينية والسقيلة هنا عمق الحرسة هو في الاراضي الطينية والسقيلة تحرص على عمق ايه كبير بينما الاراضي الرملية اللي يتم الحرس فيها الا على عمق ايه قليل ولا تحرص الاراضي الملحية والقلوية على عمق كبير لتلافي رفع الاملاح لسطح التربة مرة ايه اخرى يعني انا ما اقدرش في الاراضي الملحية يستخدم محراج حفار عشان ما يطلع عليش الاملاح ايه فوق سطح ايه التربة تاني دي في الاراضي الملحيائي والقلوية تاني حاجة نوع المحصول طبعا انا عندي محاصيل متعمقة الجزور وعندي محاصيل متوسطة الجزور وعندي سطحيتي الجزور تختلف عدد مرات وعمق الحرس تبعا لنوع المحصول لاختلاف المحاصيل في مدى انتشار وتعمق المجموع ايه الجزري وكذلك مدة مكساها ايه بالارض فيكون الحرس على عمقه 15 سنتي في حالة زراعة القمح والشعير اللي هو الحرس ايه القماحي ولكن في حالة زراعة القطن هنا لا القطن هنا تخش ممكن لحد 40 سنتي في الحرس طيب النقطة اللي بعد كده كسفت الحشائش كسفت الحشائش هو نوعه وبقية المحصول السابق لو انا عندي حشائش كتيرة وحشائش معمرة ومضرة فانا بعمق هنا ايه الحرس علشان اقدر اطلع الريزومات بتاعتها ايه من تحت سطح ايه الطربة يزداد عدد مرات الحرس وكذلك العمق عند زيادة كسافة الحشائش بالارض خاصة اذا كانت هذه الحشائش معمرة كما ان وجود بقية المحصول السابق تحتاج للحرس على عمقه اكبر لكي يمكن دفنها ايه بالطربة يبقى يزداد عدد مرات الحرس وكذلك العمق عند زيادة كسافة الحشائش بالارض خاصة اذا كانت هذه الحشائش ايه معمرة كما ان وجود بقايا المحصول السابق تحتاج للحرس على عمق ايه اكبر لكي ممكن ايه دفنها ايه بالطرب دي كسافة ايه تالت حاجة انا ايه براعيها عن عمق ايه تحديد عمق ايه الحرس طيب النقطة اللي بعد كده الحكم على جودة الحرس ازاي هتحكم بقى على جودة الحرس شفت انت انواع المحاريط وعرفت شكلها وعرفت طبيعة عملها وعرفت ايه هي العوامل التي الوجب اتخاذها قبل عملية الحرس وايه هي العوامل التي تتحكم في عمق الحرس وعرفنا ايه هي العوامل اللي بناء عليها بنحدد انواع المحاريط اللي انا هستخدمها في الارض لما قلنا نوع التربة ونوع المحصول تعالى نحكم على جودة الحرط دية الجدارة بتاعتك اللي انت هتؤديها وتكون جدير فيها هتطبق الحاجات اللي فاتت كلها وهتبدأ تحكم على جودة الحرط هنحكم على جودة الحرط من خلال الصورتين دول الصورتين دول المقرنة كارن بين الصورة الاولى والصورة التانية اللي عليه ده كليمين واللي عليه ده كيه الشمال شوفهم وركز معي وحاول تشوف ايه اللي هيتم فيهم هتحكم عليهم ازاي ايه اللي يميز اللي في الصورة اليمين عن اللي في الصورة الشمال او ايه اللي موجود في الصورة الشمال ومش موجود في الصورة ايه اليمين ده حرط قدامك هو تم حرطه بالمحارية ايه المختلفة والمطلوب من حضرتك انت واقف قدامي هتحكم لي على جودة ايه الحرط احكم تعال نشوف الحكم هيكون ازاي ده اول حاجة ده الحارت المناسب الصورة التانية الحارت ده ايه غير مناسب يعني الحارت اللي في الصورة اللي على ايد اليمين ده صح الحارت التاني ده مش صح مش صح ليه تعالوا نشوف الخطوات ايه الاتثية في الحكم بتاعنا رقم واحد اكتلاع الحشائش وكذلك البقية النباتية او دفن البقية النباتية في حالة استخدام المحرس ايه اقل يعني الحشاش كلها لابد ان تكون كلها ايه تم اكتلاحها وتم دفن البقية ايه النباتية في الصورة اللي كانت على ايد اليمين كانت موجة الحارت منتظمة وما فيش بقية ايه نباتية في الصورة اللي على ايد الشمال كان فيها مدر وكان فيها ايه بقية نباتية كانت واضحة ايه جدا لسه ايه ما تمش ايه اكتلاحها طيب رقم اتنين تفتيت الطربة بدرجة كافية وعدم وجود كتل كبيرة بها اللي هي القلقيل في الصورة اليمين كان الارض عندي طالع على الحارت ناعم وحل والموجة ايه مستقيمة ولكن في الصورة التانية كان موجودة عندي كتل طين او بنقول عليها المدر او بنقول عليها ايه الالاقيل طبعا المدر او الالاقيل هتحتاج ليه عملية ايه عملية تكسير وتنعيم يعني انت كده هتخش في مرحلة ايه تانية او هتزود مرحلة على مراحل عمليات اعداد الارض ايه للزراعة فطبعا دي بتزود عندك ايه التكاليف طيب النقطة اللي بعد كده رقم ثلاثة عدم ترك اماكن بدون حرص اللي هي الاسات والتفانة الاسات ايه هي لما يذكر كلمة اس او اسات الاس ديه اللي هي الارض البلاط الموجودة في وسط الارض المحروسة ارض بلاط لم يزبق حرصها في وسط الارض ايه المحروسة ودايما انت بتشوف الارض اللي تم حرتها في الزوايا بتاعة الحقل دايما بتشوف الاسات الاسات دايما بتشوفها فين في زوايا الحقل الاربعة عندك لان الجرار هو بيلف معاك بيجي عند الزاوية الزاوية 90 وديقه فهو بيلف دايرك فبالتالي هيسيب ايه الركن او هيسيب ايه الزاوية بتاعة الحقل المحروس ايه مش هيوصلها هتزهر فيها الارض ايه الاس يبقى رقم ثلاثة عدم ترك أماكن بدون حرس اللي هي أسات خاصة أرقان وزوايا الحقل ونهاية الحقل وكذلك تجانس عمك عملية الحرس النقطة اللي بعد كده انتظام عمك الحرس وهي تتوقف على مهارة العامل الذي يقود الجرار خلي بالك أنا دلوقت علشان أنتظم بعمك الحرس ممكن العامل لو عايز يكلني أنا في شغلة على السريح كده هيجي معاومة المحارات يخليه فوق ما ينزلش يتعمق في طربة كويس ويجريلي في الأرض يمين وشمال وخلاص أنا كده حردتلك إذن الحرس بتاعك هنا إيه غير جيد دحك عليك ولكن أنت لما تبقى عارف العمك كويس وتقدر تيسل عمك كويس اللي هو عمك الحرس هتقدر تحكم إيه عليه يبقى انتظام عمك الحرس وهي تتوقف على مهارة العامل الذي يقود إيه الجرار رقم خمسة استقامة موجة الحرس ودي كانت واضحة جدا في الصورة اللي كانت عليها إيدك اليمين كانت الموجة بين خطوص صغيرة كده إيه وطويلة واضحة وشكلها جميل لكن التانية ما كانش ليه باين فيها أي موجات من الموجات إيه الحرس النقطة اللي بعد كده التقييم دلوقت إحنا أخدنا الجزء المعرفي بالنسبة لمخرج التعلم رقم واحد من إعداد الأرض للزراعة وهو الحكم على جودة إيه الحرس أخدنا كده الجزء المعرفي وأخدنا الجزء المهاري اللي هي إزاي أحكم إيه على المهارة للحكم إيه الحرس وعرفنا إيه معايير الأداء اللي أنا هتقيم إيه عليها طيب تعالوا نشوف عملية التقييم يتم التقييم وفقا لمعايير الأداء أول معايير الأداء عندي يحدد أنواع المحاريس المناسبة للحرس وفقا لنوع التربة والمحصود يحدد هنا لما قالك عملية تحديد إذن هيتطلب منك أنك أنت هتقدم دليل في صورة دليل تساؤل ممكن دليل تساؤل يعني هتتسائل فيه سواء كان هذا الدليل دليل تساؤل شفاوي أو دليل تساؤل إيه تحريري هتحدد من خلاله أنواع المحاريس حسب نوع إيه الطربة والمحصود طيب المعايير الثاني اللي هيتم الحكم عليه يحكم على كفاية إجراء عملية الحرس طبقا إيه لمواصفات الحرس إيه الجيد يحكم على كفاية إجراء عملية إيه الحرس طبقا لمواصفات الحرس إيه الجيد ليه حكم هنا يحكم علشان خاطر يؤدي العملية بصورة ايه جيدة طيب تعالوا نشوف ادلة التعلم المطلوب ان حضرتك ايه تقدمها ادلة التعلم يلزم لتقييم هذا المخرج تقديم ادلة ايه تعلم ايه هي ادلة التعلم اللي حضرتك هتقدمها للمخرج ديت علشان يتم عليك الحكم في هذه الجدرة انك انت اكتسبت هذه الجدرة واصبحت جدير او غير لقدر الله غير ايه غير جدير طبعا اول حاجة رقم واحد يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اسئلة شفاهية للمخرج رقم واحد للمعيار رقم واحد يبقى المعيار رقم واحد هتقدم له ايه هتقدم له دليل اسئلة شفوي دليل اسئلة ايه شفوي هيتم اسئلتك فيه اسئلة ايه شفاهية للمعيار رقم واحد واللي اتكلمنا عليه اللي هو يحدد انواع المحاريس المختلفة طبقا او وفقا لنوع المحصول ونوع الطرب طيب ايه اللي هتقدمه تاني اللي يلزم تقديم بطاقة مراجعة منتج للمخرج رقم واحد للمعيار رقم اتنين يبقى انت كده عندك حاجة اسمها بطاقة مراجعة منتج او بطاقة فحص منتج للمعيار رقم ايه اتنين اللي انت هتحكم على الحرط انت شايف الحرط دلوقتي هتقدم لنا الحرطة هو اللي تم حرطه وانا حكمت عليه ان الحرط ده جيد عشان خاطر فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة في النقط اللي احنا ايه اتكلمنا عليها وشرحناها ايه ووضحناها طيب ايه تي كمان قالك يلزم تقديم دليل تساؤل في صورة اقتبار تحريري للمخرجين واحد واثنين للوحدة ككل يعني بعد تدريس المخرج التاني من الوحدة ديت هيتم ان حضرتك هتقدم دليل تساؤل تحريري في صورة اقتبار ايه تحريري هيكون فيه اسئلة للمخرج التعلم رقم واحد ولمخرج التعلم رقم ايه اتنين طبعا المخرج التعلم رقم اتنين ان شاء الله هنشرحه في الحلقة الجاية ولكن كده مخرج التعلم رقم واحد احنا شرحناه النهاردة وتكلمنا عنه ايه باستفادة يبقى النهاردة احنا تكلمنا عن الوحدة التانية وهي وحدة اعداد الارض للزراعة اعداد الارض للزراعة لبرنامج فني انتاج المحاصيل وتكلمنا عن معايير الأداء لمخرج التعلم رقم واحد وهو يحكم على جودة الحرس ومن خلال مخرج التعلم رقم واحد عرفنا إيه هو الحرس هنعرفه تاني بسرعة كده هو عملية تفكيك وإصارة الطبقة السطحية للطربة على عمق يتراوح ما بين 15 إلى 40 سنتي ويتم قلبها كليا أو جزئيا ده تعرف عملية الحرس كذلك عرفنا إيه هي العوامل الواج مراعاتها عند إجراء عملية الحرس قلنا إيه هي العوامل حددناها نوع المحصول نوع الطربة عمق الحرس الوقت اللي هيجرى فيه إيه الحرس عرفنا يعني إيه أسات إيه هي الأسات قلنا الأس اللي هي الأرض الغير محروسة الموجودة إيه في وسط إيه الحرس أو الأرض اللي تزمي إيه حرسها وقدرنا وشفنا أنواع المحارس المختلفة شفنا المحرس الحفار شفنا المحرس المطرحي وشفنا المحرس إيه الكورسي وكل واحد شفنا ليه فيديو بطريقة العمل بتاعته وإزاي بيطلع الأرض أو الناتج النهائي للحرس بيبقى شاكله عامل إيه إزاي اللي أنت هتحكم إيه عليه شفنا صورتين للمقارنة ما بين حرط جيد وحرط غير جيد علشان تقدر تحكم عليه وتقول حكمك على الحرط ده عامل إيه علشان خاطر تقدر توصل بالجدارة بتاعتك إيه إلى بر الأمان وتكون طالب فعلا جدير بالمهارة ديك وتقدر تكتس تأديها في أي مكان وتكسب زمائلك وتكون مفيد لمجتمعك والمكان اللي أنت هتشتغل إيه فيه وتقدر تحصل على فرصة عمل إيه كويسة طبعا إحنا شفنا برضو من خلال عملية الحرس ماشي العمق بتاع الحرس اللي بيتوقف عليه زي ما اتفقنا نوع الطربة ونوع إيه المحصول وقلنا الأراضي الرملية والأراضي الطينية والأراضي الملحية والقلوية الأربع عنوعة من الأراضي اللي يتم استخدام محرات واحد للأربع ولكن لكل نوع محرات معين قلنا المحرات الحفار ممكن في الأراضي الطينية أن أنا أقدر أقلب الأرض كليا أو جزئيا لكن في الأرض الرملية ما أقدرش في الأرض الملحية والقلوية ما أقدرش عشان ما أطلحش نسبة الملوحة أو الأملاح اللي ترصبت تحت سطحه التربة أطلحها تاني في الطبقة النظيفة عندي اللي بينتشر فيها الجزور وأبدأ كده أنا عملت عملية تظاهر للأرض الزراعية عندي من خلال أن أنا استخدمت محرات غير جيد طيب اتكلمنا على الحكمة على جودة الحرث عدتها كده اقتلاع الحشائش طيب وإيه تاني انتظام وجهة الحرث عدم وجود قلقل أو مضر عدم وجود أرض أسات إحنا دلوقت بعملك مراجعة سريعة كده من خلال الشرح اللي إحنا شرحناه يعني لو حضرتك تحصلت على 30-40% من المعلومات اللي أنا أديتها لحضرتك دلوقت ولما تيجي فاتح دليل الطالب عندك وتذكرها هتحصل على الجزء التاني يبقى أنت كده هتوصل بالجدارة بتاعتك إلى 100% عند تقييمك إن شاء الله هتطلع إيه جدير معلومة مهمة أنت هندل حضرتك فرصة لقدر إذا طلحت غير جدير بيتم تقييمك بعدها إيه إسبوع بإسبوع للمرة إيه التانية يعني إحنا بندلك فرصة تانية إيه للتقييم ولكن إحنا مش بنقولك كده علشان تهمل في التقييم لأن ده هيأثر بعد كده في التقييم إيه النهاي لكن إحنا بنقولك علشان خاطر إنك إنت تلتزم وتقدم أدلة التعلم بتاعتك في المواعيد المناسبة وعند طلب إيه ليها يبقى إحنا كده بعملية التقييم وأدلة التعلم والمفروضة أنها هتتقدم للمخرج التعلم رقم واحد للوحدة الثانية اللي هي وحدة إعداد الأرض للزراعة هنكون وصلنا لإختام حلقتنا النهاردة وإن شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن مخرج التعلم رقم اثنين وهي عملية تسويت وتنعيم الأرض من خلال الحكم عليها وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته